موسيقى اهلا وسهلا بك وعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا جورايت وعي يعتبر الليزر من احدث الوسائل والتقنيات لعلاج كثير من الامراض اهمها الامراض الجلدية هنتكلم مع بعض النهاردة عن الليزر ما هي استخداماته وما هي ادراره مع الدكتورة الامياء واجدي اخصائية الامراض الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر بمستشفى برجي المسقط تكونوا معنا اهلا وسهلا بيك وعزائي المشاهدين رحبوا معي بدفت البرنامج الدكتورة الامياء واجدي اخصائية الامراض الجلدية والتجميل والليزر بمستشفى برجي المسقط أهلاً وسهلاً بك يا دكتور معنا في حلقتنا أهلاً وسهلاً نورتونا دكتور عايزين نعرف من حضرتك الليزر إيه هي استخداماته وإيه فكرة الجهاز الليزر هو عبارة عن جهاز فكرة عامله بتعتمد على بعض الفوتونات أو اختلاف مستوى حركة الإلكترونات من طبقة لطبقة فدي بتولد طاقة الطاقة دي داخل الجهاز بيتم تجبيرها عن طريق مكبرات معينة بتطلع على هيئة ضوء الضوء بتاع الليزر ده على حسب الطول الموجي بتاعه بنستخدمه في استخدامات كتيرة احنا بنشبه جهاز الليزر أو الشعاع الليزر بالقاتل المحترف كل قاتل أو كل شخص بروفيشنل بيبقى له مواصفات معينة في الحاجة اللي يموتها أو في الشخص اللي يموته أو ليبحث عنه عشان يموته بناء على بعض البرامتر أو بعض المعلومات إن احنا بنمدي بيها الجهاز هو بيتجه للحاجة التارجت اللي يقتله مثلا يعني في بعض الأجهزة أنا هتكلم طبعا عن مجال الأمراض الجلدية والتجميل هو بيستخدم في استخدامات كتيرة في علاج العيون وفي الجراحات وفي استخدامات كتيرة جدا بس أنا هتكلم عن الأمراض الجلدية والتجميل في بعض الأجهزة بتبقى مصممة لإزالة الشعر فالجهاز المعلومات اللي بتمدها بيه إنه بيبحث عن السبغة الميلانين بعض الأجهزة بتستخدم في إزالة الأوعية الدموية والوحمات الدموية فبيدور على إيه؟ بيدور على المجلوب الموجود في الدم بيدور عليه عشان خاطر هو ده التارجت بتاعه في بعض الأجهزة بتعمل زي إزالة للزوائد الجلدية أو للندبات فبيدور إحنا المعلومات البرامتر اللي بنمدها بيه اللي هو الووتر إفابوريزيشنز اللي هو إيه؟ تبخر الميع فبيعمل إعادة لهيكلة الجلد مرة أخرى فعلى حسب الطول الموجي للشعاع بتاع الليزر على حسب ما إحنا بنستخدمه في استخدامات مختلفة هو دايما الناس بتخلط بين الليزر وبين الأشعة أو البوفا أو الأشعة فوق النافسجية أو كده ده حاجة وده حاجة التانية بتعتمد على الأشعة الإشعاع لكن الليزر زي ما اتفقنا هو عبارة عن حركة فوتونات بتتغير من طبق الطبق فبتطلع طاقه هو طبعا ما سجلش أي دراسة سجلت إن هي بيسبب أي أمراض سرطانية أو بيسبب تشوهات للجميع بنسبة للحوامل إحنا يعني في بعض الدول بتسمح على حسب ثقافة الدولة الدول العربية عادة بتبقى ثقافة الشعوب إن أي حاجة بتخسل أصناء الحمل ممكن تسبب مشكلة فإحنا بنبدأ عن الشر زي ما بيقول لكن هو ما فيش أي دراسة سجلت إن هو بيعمل لا تشوهات في الجنين ولا بيعمل إجهاض ولا كده الدول الأوروبية مثلا ثقافة الشعوب إن يعني كل حاجة ولها سبب فبالتالي بيسمح باستخدامه حتى أثناء الحمل حضرتك كنت قلت إن هو بيسبب حروق طبعا بيسبب حروق لو في مشاكل المريض ممكن يعملها أو في بعض البرامتر القوية ممكن تؤدي إلى الحروق أو إن إحنا ما تعملاش مع نوع الجلد صح لأن فيه ليزر للشعر للجلد الفاتح وفيه ليزر للجلد الغامن هي الحاجة الوحيدة اللي سجلت إن الليزر بيسبب لها مشكلة هو إصابة بالعمى فعشان كده أثناء الجلسة إحنا بنلاحظ إن الدكتور بيلبس نضارة والمريض بيلبس نضارة لأنه طبعا بيعمل إصابات بلغة للعيون طيب دكتورة عايزين نعرف من حضراتك استخدامات الليزر في مجال التجميل يعني ده طبعا يعتبر أحدث التقنيات وأحدث حاجة دلوقتي موجودة إن إحنا مستخدم أشعة الليزر للتجميل إيه هي الاستخدامات حاجة تقول لنا عليها لبعد سنة هو إحنا كنا ذكرنا الموضوع ده قبل كده إحنا قلنا إن هو عبارة إحنا متعامل مع الليزر على أسنوها القاتل محترف بناء على تعديل الطول الموجي للجهاز هو بيبحث على تارجت بيروح يدور عليه ويفتك به وبالتالي إحنا بنعالج المرض اللي هو بيسببه التارجت ده فمثلا بيستخدم في إزالة الشعر عن طريق إن هو بيدور على السبغة بسبغة الميلانين ممكن بنزيل به الزوائد الجلدية وعلاج الندبات والسكارز عن طريق إن هو بيعمل تبخر للماء الموجودة في الجلد فبيتم إعادة هيكلتها مرة أخرى ممكن بتشيل به النمش والكلف الحمل عن طريق إن هو بيدور برضو على السبغة وبيشيلها نوع الليزر اسمه Q-switched laser فيه ليزر بيعالج التصبغات الفتحة والبهاء ده اسمه إكسايمر ليزر فهو بيبقى له استخدامات عديدة جدا بيبقى على حسب المشكلة بتاعت المريض والدكتور بيحدد نوع الجهاز اللي يستخدمه لي دكتور عايزين نعرف من حضرتك إزالة الشعر بالليزر كثير من السيدات مهتمة بالموضوع ده جدا لإن هو بيعتبر علاج مريح من المعاناة الشهرية اللي بتعانيها السيدة من إزالة الشعر من الجسم ومن أماكن غير مستحبة عايزين نعرف حياك إزالة الشعر بالليزر إيه فكرته وهل هو بيزيل الشعر نهائيا ولا بيبقى مدة معينة وبيرجعين مرة تانية هو الليزر يعتبر يعني من الوسائل الأساسية لإزالة الشعر بس طبعا إحنا قبل ما نتكلم عن استخدام الليزر لازم طبعا نشخص سبب نمو الشعر إيه هل هو نموه طبيعي ولا سبب هرمونز أو تكاييسات مبيض لأن طبعا لو فيه سبب هو اللي بيشكل سبب نمو الشعر أو زياد نمو الشعر لو إحنا معالجناهوش الليزر مش هامل حاجة دي نقطة النقطة الثانية إن الليزر ما بيعملش إزالة نهائية للشعر هو بيعمل تحسن من 80% لتسعين في المية طب العشرة في المية اللي بقيين دول أنت بقى إيه فكرتهم فكرتهم إن بيبقى دي بعض البصيلات اللي بتعتمد على الهرمونات لنمو الشعر فبالتالي أنا مش هوقف الهرمونات الطبيعية يعني مش مثلا فيه مشكلة في الهرمونات لا ده دي الهرمونات الطبيعية المناسبة في جسم أي راجل أو جسم أي ست فبالتالي هو التحسن بيبقى منسبة 90% بس سبق وقلت قبل كده إن هو الليزر لإزالة الشعر بيعتمد على السبغة إن هو بيدور على الميلانين وبيفتج به وبالتالي بيعمل إزالة للشعر يعني على حسب نوع البشرة لو البشرة فتحة أو غمعة بيبقى إزالة الشعر طبعا يعني فيه جهاز للبشرة الفتحة وفيه جهاز للبشرة الغمعة جهاز البشرة الفتحة طبعا بيعتمد على السبغة لأن البشرة ما بقاش فيها سبغات كتيرة فبتندرش أو بتتحرق لكن البشرة الغمعة ما بيعتمدش على السبغة لأنها لو البشرة غمعة فيها سبغة والشعر فيه سبغة فهتتحرق معا ودي بتبقى من أهم أسباب أو مشاكل الحروق اللي بتبقى بعد الليزر طب دكتورة ممكن لو حد عمل جلسة إزالة شعر بالليزر يقعد قد إيه من غير نموه شعر لحد ما يعمل الجلسة التانية طبعا هو لازم عشان خاطر نعرف يقعد قد إيه لازم برضو نسرد اللي هو دورة حياة الشعر دور الشعر حتى بتاعت الجسم اللي هي دورة حياة اللي هو الأنجين فترة النمو والكاتاجين اللي هي فترة السباب والتلجين اللي هي فترة السقوط أحسن وقت إن أنا أصطاد بيها الشعرية عشان ما تطلعش اللي هي الأنجين طب أنا هعرف مينين وهي البوصيلة تحت الجلد فبنشتغل زي تبديل وتوفيق معروف إن 80% من شعر جسمنا بيبقى فترة الأنجين فبالتالي أنا بقول للمريض أول تعمل شيفنج وأول ما الشعرية تبدأ تطلع دي أحسن وقت لإيه إن أنا أصطادها بالليزر زي ما بيقول طبعا أول جلسة بتبقى بعد ثلاث أسابيع شهر بيعمل جلسة تتراوح من 4 إلى 6 إلى 8 جلسات على حسب نوع الجلد ونوع الجهاز اللي أنا بستخدمه وعلى حسب المريض عنده مشكلة في الهرمونات ولا لا اللي أقدر أقوله إن إحنا بالتبديل والتوفيق إن أنا بيبقى فيه تحسن في كل جلسة بما لا يقل عن 10% عن الجلسة اللي قابليها وبعد الست جلسات بيبقى فيه تحسن بنسبة من 80 إلى 90% الشعر السميكة طبعا أحسن شعره بتستفاد يعني ما بترجعش نهائي وكل ما كان الشعر رفيع أو فاتح كل ما بيتأثرش بالليزر بدكتورة بين كل جلسة وجلسة مدة قد تلس أسابيع لشهر لمدة 4 إلى 6 جلسات وبعد كده بيبقى فيه جلسة تثبيتية عشان العشرة في المية بتاعت الهرمونات اللي إحنا كنا قلنا عليها قبل كده 3 شهور وبعد كده 6 شهور وبعد كده كل سنة يعني كل ما ده والمدة بتوسع أو بتزيد بالنسبة للليزر أهم حاجة خلال الفترات دي ما يكونش فيه أي وسيلة لنزع الشعر بعنف يعني ما تستخدمش مثلا الشيفينج أو السويت تستعمل الشيفينج لا ما تستعملش الواكسنج أو أي وسيلة عنيفة لنزع الشعر تستعمل الشيفينج بس طيب هل إزالة الشعر بالليزر مؤلم؟ هو بيختلف على نوع الجهاز طبعا الأجهزة الحديثة اللي من ضمنهم طبعا الجهاز الموجود عندنا في المستشفى بيبقى معاه زي تبريد التبريد ده زي بيغلب النبضة الحرارية فبالتالي الموريد ما بيحسش به طيب دكتورا أنواع الليزر كتيرة وأجهزة مختلفة كتير جدا في السوق نعرف إزاي أو إيه هي الشروط اللي لازم تكون موجودة في الجهاز الآمن لإزالة الشعر بالليزر أولا لازم يكون جهاز ليزر لأن في بعض الأجهزة اسمها IPL هي بتشتغل بالواميد مش ليزر خالص فبالتالي نسبة رجوع الشعر بتبقى عالية جدا لأنه هو مبقاش سبيسيفك يعني مبقاش ليه تارجت إحنا انتفقنا الليزر لازم يكون ليه تارجت بيروح يدور عليه ويفتك بيه دي أول حاجة الحاجة الثانية أنه هو يكون مناسب لنوع البشرة وكل ما كان الجهاز بيغطي أنواع مختلفة من البشرة زي مثلا فيه الألكزندرايد اللي هو للبشرة الفتحة والإندياج للبشرة الدكنة كل ما يكون كويس طبعا كل ما كانت البرامتر بتاعته محددة كل ما يكون كويس معتا بريد عشان المريض ما يتقلمش لأن طبعا لو المريض تقلم باضطر أن أقلل الباور لو أنا قللت الباور ممكن ما تقضيش على البصيلة وبالتالي الشعر يطلع تاني وما يبقاش مؤلم المريض لأن فيه بعض المرضى بتعمل مساحات واسعة من الجسم فبالتالي ما تبقاش متقلمة وإحنا بنعمل الجلسة وطبعا لازم ليكون بيعملوا حد بروفيشنال لأن بيبقى عارف ودارس الأطوال الموجية والشعر إمتى كذا والبشرة الدكنة بتحتاج قد إيه هل البشرة مثلا مرهقة من الشمس فما ينفعش عمل لها ليزر يعني بيبقى فيه إيه السبب أصلا للموج شعر هل هو سبب طبيعي ولا نتيجة التكاييسات عشان المريض ما يتفعش فلوسه على الأرض يعني في بعض الناس بتعمل بالعشر جلسات وتيجي تقول رجع تاني وساعد بيبقى عندها مشاكل هرمونات وهو المفروقة تتعالج الأول طيب دكتورة إيه المشاكل اللي ممكن يعملها ليزر مثلا أنا رايح أعمل جلسة ليزر إيه المشكلة اللي ممكن تحصل لي عشان نتوقع مثلا ممكن يحصل حروق حذيك مثلا هي فيه مشاكل ممكن يكون سببها المريض من الأول خالص إنه هو المفروض هو قبل ما بيجي الجلسة بيعمل شيفنج المفروض الطول المثالي للشعر بتبقى 1 مليميتر الطول القصير ده بيخليني أحرق الشعر ومحرقش الجلد لأن الشعرية لو طويلة أو عملت شيفنج وقت الجلسة ممكن بشيل الطبقة اللي فوق من الجلد فبالتالي بتبقى ملتهبة بتبقى حساسة للليزر في بعض المرضى بتبقى متعرضة للشمس أو بتعمل تانينج أو ما بتتستخدمش سونسكرين فبالتالي البشرة بتاعتها بتبقى حساسة جدا للليزر فبتتحرق وفيه طبعا إن الجهاز مبقاش كويس إنه مبقاش محدد يعني بيبقى نوع واحد للبشرة الفتحة فبيجي لي مثلا مريض البشرة الدكنة فبالتالي عاوز يعمل ليزر فممكن لو استخدمتله غلط النوع للبشرة طبعا لازم بيتحرق فالمفروض المريض بيتبع التعليمات والطبيب بيستخدم البرامتر المحدد عشان ما يحدث الحروق دي لأنها وردة وبتحصل كتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر